حصلت يعني بتفاصيل هذا الأمر بحية حضرتك وكل سنة والشعب المصري العظيم الخير وأنا يمكن أكيد حعرض لده لكن أنا كان نفسي أتكلم عن معدن الشعب المصري ومواقفه التاريخية طب هل ممكن نتكلم سبعة سنة وبعدين نرجع؟ ممكن ممكن أنا عايز الجزء ده بس لأن الجينات اللي موجودة في الشعب المصري هي اللي حركته في سبعة ستين ما هواش فجأة يتحرك بالشكل ده وطبعا الصدمة كانت كبيرة جدا على الشعب المصري كله ما كانش متصور أنه مصر العظيمة اللي عبد الناصر أعطاها هذه المكانة في الإقليم وأعطاها هذه المكانة في أفريقيا وفي آسيا وفي العالم كله إنها تضرب هذه الدرب وأنا اسمح لي يعني أنا بختلف مع اللي يقول إنها هزيمة وبقول إنها مؤامرة كبرى على ثورة 23 يولو ومؤامرة يعني ضليعة فيها الولايات المتحدة الأمريكية كنا زمان بندور على أي أدلة تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية ضليعة في هذه المؤامرة وهي كانت تنكر أما الآن بعد الكشف عن الوصائق الأمريكية فكانت مؤامرة خسيسة جدا ويمكن الوصائق الجديدة كمان بتشير إلى مسألة خليني في دقيقة بس أوضح النقطة دي مسألة خطيرة إنه كان من الممكن لو مصر ضربت الضربة الأولى عشان اللي بقى تسائل إحنا ليه ومخابراتنا القوية كانت قلت إن الضربة هتبقى في خمسة إنها سبعة وستين هو ليه إحنا ما ضربناش الضربة الأولى لإنه لو ارتكبنا هذا الخطأ من خلال تقارير المخابرات اللي وصلت لنا كان هيتم تجيش أوروبا كلها بقاية الولايات المتحدة الأمريكية وكن مصرنا كان يبقى زي العراق الآن وللأسف ومساعدات دول من الإقليم مش عايز أخذش في تفاصيل دي لكن الشعب كيف تلقى هذه الضربة الشعب أدرك إنه جيشه من هزمش رغم إنه في البداية ودي برضو عبد الناصر انتبه لها بعد ما تنحى الرئيس الشعب أدرك إنه هذا الرئيس زعيم وإنه منحاز لمصالح المصر ومنحاز لمصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري هو بقى عبر التاريخ اللي حضرتك عايزني أشير ليه بسرعة كده عبر التاريخ لما يكتشف إنه زعيمه منحاز لأمنه القومي ومنحاز لمصالحه وخايف على أولاده وأحفاده الشعب على طول ما عندهش فصال يقف في ظهره مع عبد الناصر فيه أكثر من وقفة يعني انت بس هنكلم عن 67 لكن فيه وقفات قبل كده وقفة الشعب مع جمال عبد الناصر خليني أقول لحضرتك إنه شعب كان وانت عارف إن فيه قوة ثورة المضادة موجودة يعني برضو اللي هم عادة ومزالت موجودين فبعضهم بدأ يطلع نكت على الجيش زي ما شفت فيه الممر نكتة كده ولا حاجة الحادثة بتاع السنترال دي لحقيقة بعضهم بدأ يزود المسألة قوي لكن الزعيم يعني كان برضو في الوقت ده بنقول عليه طابور خامس أو طبعاً اللي هم أعداء سون الثلاثة وعشرين يوليو أخطاعيين وكبار أسناليين فكانوا بتطريعوا الجيش طبعاً وأمريكان وإسرائيليين كل اللي متسوس حواليه مصر ويهموا ضرب بتجريبة الثلاثة وعشرين يوليو كان بيطلع شقهات ونكت والنكت هنا ممكن بقى إيه يعني تخلي حد يعملها تلقائي طالما أنه فيه اتجاه للنكت تم توجيه ضرب الجيش المصري عبدالناصر خطب خطبة معروفة أنه خفوا على ضباطنا وغنودنا يعني دي ناكسة أيوة دي مؤامرة بس خفوا توقفت النكت ما بقاش فيه نكت عايز أقول لحضرتك أنه هذا الشعب العظيم أدرك أنه دي مؤامرة ولذلك قرر أنه يدعم رئيسه أول صور هذا الدعم أنه ودي لغبطة أمريكا يعني هو جزء من مخطة 56